إذن خوف متجدد يواجهه قطاع المياه في الأردن تحت وطأة تحديات غير مسبقة إذ تتناسل التهديدات بدءاً بالتغير المناخي وعدم التوازن في العرض والطلب بين المستهلكين وليس انتهاءاً بتفاقم أزمة الفاقد المائي والذي تقول الحكومة أنه يفوق الخمسين في المئة من حجم المياه الصالحة للتوزيع على أهمية المشاريع الحكومية لتقليص الفاقد المائي عبثاً تحاول الحكومة في حماية وإدارة مصادر المياه إذ تقر الحكومة بحجم الفاقد المائي الذي يتخطى الخمسين في المئة من حجم المياه الصالحة للتوزيع ويفوقه في بعض المحافظات فبالسرقات الكبرى والعطال الفنية يقسر الأردنيون أكثر من نصف مائهم سنوياً يكون صريحة بالموضوع هذا فقد فيه نوعين فيه فني وفيه سرقات فهلأ عم نحاول نحل السرقات طبعاً السرقات هي مش بس من الخطوط المياه اللي بنصرق منها حتى الآبار اللي بيتميع مياه والآبار الغير قانونية هذا يعتبر من نسبة الفاقد وبتعرف الآن مع وزارة الداخلية مشكورين عم نعمل حملات حتى نخفف من هذه المياه المسروقة المباعة طبعاً دور الدولة هنا أن تقوم وتحمي مصادر المياه بس بنفس الوقت المواطن لازم يكون عنده شعور انتماء للبلد أنه أنت لما مع مالك بتاخد بتر المي هذا عم تاخده بنحسته وبنحستك عم بيتميعه على مواطن ثاني مش قادر يدفع حقه إحنا بنقدر نوصل المي رفعوا إيدكم عن هذه السرقات والمي بتكون كافي للكل إن شاء الله عند الحديث عن الاعتداءات على الحقوق فلا يمكن اعتبار الاعتداء على مياه الأردنيين أقل من جريمة ففي بلد هو الأفقر مائياً يصبح تغليظ العقوبات وتعديل القوانين مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى هذه جريمة يجب أن نعاملها بحجم الجرائم الأخرى ويتكون العقاب فيها شديد في محافظات في الأردن تصل السرقة أو الفاقد المائي يفوق السبعين بالمئة أيجوز هذا الكلام في بلد العجز المائي كبير وحسطم المياه هي الأقل عالمياً مش ممكن أنك تسرق مياه الجيران الصالح للشرب لتستعملها لأغراضك الخاصة سواء بالزراعة أو بالبيع في البعض بسرق المياه ليعبي صهريج وبيع الناس أنت تأخذ دور الدولة تتناوب المشاكل التي تلاحق قطاع المياه في الأردن من صيف بدأ لاهباً يقابله زيارة عشرات الألاث من المغتربين وبطء في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وعدو يتمادى على الحصص المائية كلها ظروف تستدعي من الحكومة ليس فقط الاعتراف بها كمشاكل ماثلة إنما موقف وحملة وطنية حازمة لكبح ولملمة ما تبقى من مياه الأردنيين يوسف أبو رمان رؤيا